اشتركوا في القناة 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 الرياضة والشباب المالية الموارد المالية التعليم العالي الكهرباء الاتصالات وتالي طبعا لكل وزارة هم يعرفون اشقد مواردها وشقد تكسب فلوس وشقد بيها مدرع عامين الهم وشقد بيها مسؤولين الهم وبالتالي الغلة مالتها وين تروح ولمن وعملية محاصصة بالفساد وبالخراب وزعوا الحصص مالية والشعب كله ليس له اي دخل في هذا هذا مزاد الوزارات يعني غريب عجيب واجتماعاتهم مستمرة والشعب ليس له علاقة طبعا والكل يتحدث طبعا باسم الشعب وهذا ليجل الشعب وهذا اسمعناها لحاديث ونفس القضية رفسها تتكرر بنفس الاسلوب ونفس الطريق ونفس الملج الكل يتحدث بشعارات راح سوف وسوف وساء وهذا السين وبالتالي كل كذب وكل الدعاة لأنه المناخ لأنه الإطار لأنه الجو لأنه القوى الإقليمية والدولية والتوجهات والقوى والأدوات كلها وجراء ذلك لتنفيذ مشروع تدمير العراق ولذلك هذه السوفة والسين ليس لها وجود لا الحاضر والمستقبل سيشهد منها شيئا والعراق يذهب إلى الحظيف مع الأسف الشديد ومن يدفع الثمن شعب العراقي هذا واقع عن الحال من يقول غير هذا هوSUي الحقيقة. قل يقول لنا عكس هذا اللي جرى من عام 2003 اللي حد لان عشرين سنة. وليش الان يتغير يا ابن؟ يعني لماذا الان؟ ونفس العملية السياسية ونفس القوى الخارجية ونفس القوى الاخريمية والدولية ونفس القوى الحاكمة. نفس الاحزاب ونفس المصيبة ونفس القوى العملية السياسية. ما الذي يجعلهم يتغيرون؟ لماذا يتغيرون؟ بعد ان زادوا ثراءا ونهبا وسرقة وفسادا وخرابا وقتلا وتنكيلا بالشعب وارتباطا بالخارج. وجراء على مشروع. وكل من موظف يجير في جهة معينة لصالح ايران وصالح امريكا. والعراق من يدفع الثمن. امم المتحدة تجمل الوضع. معرف من الاتحاد الاوروبي يجمل الوضع. الجامعة العربية. كل كده. وبالتالي الشعب العراقي هو من يدفع الثمن. وكل القوى هذه يقول عملية سياسية كردية سنية شيعية هؤلاء ليس لهم علاقة بالشعب العراقي وليس لهم علاقة بمصالح. نعم يتحدثون بلغة يعني اللي ما يعرفهم يحسب انهم يتحدثون بوطنية وخلاص. لكن من يعرفهم والشعب العراقي يعرفهم يدرك انه هؤلاء كذابين مجموعة من الكذابين وجربهم. وهذا المجرب اللي حجت عنا المرجعية واللي التزمت بيه. المجرب لا يجرب والان يجربون غير كل هذا المجرب نفسه هو. يتقدموا اللي قدام يتراجعون لي وراء يقدمون هذا يجيبون هذا كلهم نفسهم. جايبين محمد الشيعة السوداني هو جزء من هذه. جزء من هذه العملية. هو جديد عن هذه العملية. ما هو كان وزير وكان محافظ وكان مسؤول عن وزاراته. وكان مسؤول. وكان عضو كبير بحزو قيادي بحزو الدعوة. شنو الجديد؟ ما هو الجديد الذي يبشرون به؟ وهذا المزاد مفتوح والمحاصصات الطائفية والعرقية مستمرة. وتوزيع الحصص مستمر. الحقيقة انه نفس العملية يعني تتكرر. يعني يعادة تدوير لكل ما حصل. هذا واقع الحال. حقيقة. يعني قد يلبسوهم غير بدلات. حتى يمكن هذي قاموا ما يستعمل منها. نفس الاسماء ونفس الوجوه ولا ولا التمون. وبالتالي العراق من يدفع الثمن مع الأسف الشديد. والشعب العراقي هو من يتحمل كل كل هذه كل هذه الاخطار هذه المصائب وهذه هذه الكوارث مع الأسف الشديد. وقت هذه الحلقة قد انتهى عزيزي المشاهدين أترككم بخير وألققيكم في حلقتكم. وإلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم.